عاصي لم يكن عصياً على دمعته فحنين الذكريات لا يزال صداها يتردد في مخيلته والصور أم كانت توقف على البلكون بتذكر على المصطبي عندنا وتعملها الحبقة هيك وتطلع الريحة منها أكيد كل البنانية بيعرفوا شو الحبقة يعني وراح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكي غصت درج فعلاً غصت درج يعني لما طلعت من البيت ولما راحت حسيت فعلاً الدرج يعني كأنه تأنسن وصار عم بيحس بأنه الغالية اللي عاشت كل الوقت معه تطلع وتنزل على درجاته وتعايشه والحبقة اللي كانت عطول هي تهتم فيها والشباك اللي كانت عطول تطلع الشارع منه كلهم هاودي تأنسنوا وصاروا عم بيحسوا برحيل إنساني كانت هي مهتمة فيهم وهي عايشي معهم لأنه دائماً لما الأم بتفلم البيت تحسي العجقة بتروح راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكي غز الدرج نزل الدموع الباب 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 وعمرك شفت شي باب عميرك يا همشي بقوله أول شي إن شاء الله تكون شايفتني عم تسمعني يا رب تكون بجنة الخل هي والوالد وكل المؤمن وأهم شي بالنسبة لأقلي هو أن تكون راضي عني يا رب تكوني راضي عني يا ماما لأنه رضاكي بالنسبة لأقلي هوك عيدك علينا نعاد وإحنا يا يمّة بعاد ببلاد خلف بلاد بلاد سعب البعد يمّة عيدك علينا نعاد وإحنا يا يمّة بعاد ببلاد خلف بلاد بلاد سعب البعد يمّة فاض الحنين وزاد وزاد تريد العمر نعاد ونرجع لحطنا أولاد ونغفع على كمّة ونرجع لحطنا أولاد ولاد ونغفع على كمّة